في أستراليا في سيدني كان فيه ظروف معينة أروح فيها للخدمة فقالولي تيجي يوم كذا اجتماع الشبان والشبات طبعا هناك مفيش شبان لوحدهم والشبات لوحدهم قلتولهم طب أتكلم في إيه؟ قالولي تكلمنا عن تجسد الكلمة عند أثنسس الرسولي قلتولهم دانا لو قلت كده في مصر اللي أولاد يقولوا واحنا يعني في معهد قال لي لا احنا وزعنا الكتاب بتاع تجسد الكلمة للشبان والشبات وبنتناقش فيها قلتوا المنظر دا ما بشفهوش في مصر حتى في الناس يعني البلاد حتى الكنيسة المتقدمة نادر لما تلاقي قال لا وكنت كل ليلة أرجع متأخر شوية ألاقي مجمود شبان وشبات كده يعودوا معايا سواء الخمسة دول أو من صحابهم معاهم ولما نفتح موضوع روحي يقولولي ايه رأي بتوع مثلا المدرسة اسكندرية ايه رأيها في الموضوع دا طب الكبادوك يا ترى ايه رأيهم في الموضوع دا طب قديس وغسطينوس رأيه ايه في الموضوع دا قلت يا ربي دا لو احنا فتاة في مصر لو املتوا مع الخدام يقولوا ايه التأفيلة دي بالأسف يعني دا الخدام ودول الشبان عادي اللي بلحظوا في عدد كبير من ولادنا وبناتنا انهم مخوهم وسع وتفكيرهم الروحي حلو ومحتاجي وهم من اللي يسألوك اسئلة للنمو الروحي اكتر من الموجودين هنا اكتر من الخدام احيانا احنا ينقصنا ازاي نربي ولادنا على النمو الروحي والمعرفة الصادقة ومش معرفة الجدال لكن معرفة البنيان الداخلي يعني اشكر اكتر مش يعني عدد من الشبان والشبات كويسين في بلد من البلاد بيروحوا يحضروا محاضرات خاصة باباء كنيسة الاولى بس معمولة للشباب جميلة وتحس انما بتكلم معاه بتكلم انسان بيتدرج معاك وعايز مش حاجة للتسلية عايز حاجة للبنيان احنا المعرفة بقيت معرفة مفاش معرفة صادقة يعني سطحية سطحية اه طبعا مم فاحنا عايزين تغييد المجتمع الاسري لما الولد يشوف بابا طول النهاره دام التو تطلب منه ايه اشتركوا في القناة